ايه هي العقيقة بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم العقيقة المقصود بها الشعر اللي بيبقى على رأس الصبي حين يولد وحيث ان الشاه التي تزبح عنه عقيقة سمناها ليه عقيقة؟ لانه بيحلق هذا الشعر عند الذبح خدوا بالكم ان العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيب السنة دي علشان تأتي في اكمل صورة نعمل ايه؟ اول حاجة تكون في اليوم السابع من الولادة يعني ايه في اليوم السابع؟ يعني سابع يوم طيب احنا بنحسبها امتى؟ بنحسبها من اليوم اللي تولد فيه طيب لو تولد اليوم لو تولد النهاردة العصري بقى ده اول يوم اللهم إلا اذا حدث ظرف يمنع السابع يعني الام لسه ما امدش بالسلامة لسه الولد في الحضانة خلاص كده؟ طيب وبعدين مين اللي يقوم بالعقيقة؟ الاب او من يسد مسده يقوم مقامه زي الجد زي العمد والافضل ان يتولى الاب او من يقوم مقامه بذبح العقيقة اللي هي شاه للانسة وشاتين للذكر ينفع عند عدم المقدرة شاه للذكر ينفع ما فيش مشكلة لكن ركز معايا اوي في الكلام اللي هو الهولد ده اصلا العقيقة دي من فعل اهل الجاهلية يعني الاسلام مش هو اللي عملها لا ده جاء الاسلام ووجد ان اهل الجاهلية حين يفرحون بالمولود يظهرون الفرحة شكرا لله سبحانه وتعالى بهذا الامر بيتباحه فاقرهم الاسلام على هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كل غلام رهينة بعقيقة تزبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه احنا بنسميه في اليوم السابع ينفع ان يسميه اليوم الثالث ماشي احنا بنقول لك السنة ويحلق رأسه الشعر كله يتحلق اه ذكر او انسة اه اللهم الا اذا قال الطبيب وبخلاف ذلك الطبيب قال لك لا ما نقدرش من الافضل يا عم الشيخ او الافضل يا استاذ ما تحلقلوش اصبر شوية وفي حديث ام المؤمنين عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتاتني وعن الجارية شاه يبقى الغلام شاتين والجارية ايه شاه لكن قبل ما اقولك بقى قصة العقيقة وايه المستحب ان بعد ما تكون في اليوم السابع والقضية دي كلها ركز معايا في الكلام ده كويس اولي ركز معايا والكلام محتاج عقول وكلوب احنا عندنا مولود جاء الى الدنيا بلا ذنب طاهرا نظيفا يحمل الامل والبسمة لجميع الناس بيقول للناس كلها تفائلوا فقد ولدت طاهرا نظيفا ابعث فيكم الامل واحنا لما بنتبع بنتبع شكري لله على هذه النعمة تعالى كده قرب معايا قرب شوية كمان بلله عليك ازاي انت هتتبع وانت مخاصم حماتك بلله عليك ركز معايا هتتبع ازاي وانت متكلمش اخواتك طب ازاي هتتبع ومراتك اصلا مش طيق امك انتو عارفين يعني ايه مولود يا دماعوي يعني ايه عقيقة يعني احنا كلنا هنتلمى على صنية اكل واحدة ما هو الاصل ان هي هتتطبق في البيت واهل البيت اول ناس ياكلوا علشان انا لو بيني وبين حدي شيء اقول له خلاص انا جيت اهو صفيت اللي في قلبي وما ينفعش ان انت اجيلك العقيقة وتعتبني وما ينفعش اجيلك العقيقة وتقابلني بوش وحش وما ينفعش يجيلك العقيقة وتهني ابدا ده انت بمثابة ان تفتح صدرك وزراعيك لكل الناس ابتهاجا بهذا المولود تخيل كده المولود ده بيفتح لك باب الامل لكل الناس فعلشان كده لابده ان تصالح جميع الناس وان تصفح عن جميع الناس ما بتكلمش حماتك تروح له ما بتكلمش اخت امراتك تعفو عنها ما بتكلمش جزء اخت امراتك تعفو عنه في مشكلة مع اخه امراتك تعفو عنه كل الامور تتصفى قبل ما تعودوا على صنية الاكل طب بق انا انا اعمل العقيقة ومش هده احد عشان يتربوا اه يا حبيبشي انت كده قسقت للسنة وانت كده قطعت الارحام لان الاصد ان المولود ده هي ايه هيجبه